انت اي رأيك في نظام الكورة المصرية الفترة اللي فاتت ديها نهو برضو هنرجع لإيه في اتحاد الكورة أنا اللي هدير يبقى أنا لازم بسيطر على كل حاجة بس قوي بعدلي لو أنا عادل يعني ما عملش حساب حد لا إيه كلمة عادل يعني ما عملش حساب حد ما جيش عالضعيف هل في عندية أقوى من اتحاد طبعا فيه طبعا فيه لو أنا عادل لو أنا يعني بقاش حامل حساب بقى الجمهور وعمل حساب الأهلي ممكن يعمل مشكلة الزمانية يعمل مشكلة الاتحاد المصري لا اللي بعمله على أصغر نادي الأكبر نادي هطبعه الأصغر نادي وأصغر نادي كله سواسية لازم دي هتعمل حاجة من الرحة النفسية الناس كلها اللي أنا بلعب في دوري عادل دوري بعد البن الأندية كلها في كل حاجة في كل حاجة إلا بالتوزيع مثلا البس والحاجات دي كل اللي دي حسب بطراط طيب أنت شايف أنه ممكن حال الكرة المصرية تعدل في مصر للفترة اللي جاية طيب بقى هو بقى لازم نعمل كده ما عملاش كده خلاص أنا بولك لا أنت من وجهة نظرك أنا شايف من العاك اللي حصل على الساحة دلوقتي ربطة الأندية المحترفين يقولك فيه نادي سوافقت على مجموعة واحدة ناس يقولك لا مجموعتين اختيارات اللجنة كماها عليها كده علامات استفهام ما عربش فيه ايه واختيار المدربين للمنتخبات ما فيش لازم المدرب يبقى ليه مؤصفات لازم يبقى ليه سيفي لازم كل الحاجات دي كلها أنت شايف من وجهة نظرك أنا قلت أنا مش متفائل في بداية الحالة سمعك أنت إيه رأيك أتمنى أن نبقى كلامي غلط لا بقى نتلاقي كلامك فيه شيء كبير أول من الصح قدت ربطة المحترفين أنت بتبني الهرم من فوق ولا من تحت من تحت طبعا من تحت زي ما أنت قلت لازم الأندية كلها تبقى محترفة عندها شركة عندها شركة كورة مالي جاعة بالنادي خلاص بشكل كويس جدا بكل حاجة حتى الأمور المالية مهمة جدا لازم تطبق اللعب المالي النظيف اللي هو بقى أنت عندي ميزانيتي معلومة عندي ما طلعش عنها اه ولأ ومعروف في إتحاد الكورة معروف أنت فلوس اللعبة دي في البنك يعني قبل ما تعاقد يبقى فيه الفلوس بتاعة تبقى في البنك أخدها على سنة على سنتين بس تبقى موجودة حاجة موجودة بقى حيث التورطة بتاعة الكورة إيه الدور المصري الدور الكبير المنتاز نعم ده بتاعة تحاد الكورة فأنا شكك ما أشك كبير قوي أن الربطة دي ممكن تكمل أصدرات دي هتاعز لتحاد الكورة يبقى مهمته خلاص المنتخبات ومسؤبات النشائية لا لربطة الأندية المحترفين بسؤول عن المنتخبات لا ومسؤول عن لا وجدك هو وجدوى للدور العام هو جدوى للدور العام الدور العام هو بتاعة ربطة المحترفين منتخبات صح منتخبات اتحاد الكورة اتحاد الكورة صح صح فمنتخبات ومسابقات النشائية اتحاد الكورة هو اللي بينظم إنما الربطة الربطة للدور الممتاز الدور الممتاز وبعكده لما تعمل دور الممتاز به بربطة انا عايزين نتفرج ونشوف اتفرج على اي دي حنقل لسه بنعمل باللسه بنجرب يا جماعة بص يا كابتل مصطفى السنة دي اللي حصل ده ده ترقومات بتاعة اللي فات اه وخلينا اتكلم على نقطة احنا في انا عزر بتطلع لجواك في المشكلة مشكلة بكالبة عادي بمفترش من حاجة اه اه المشكلة انت مش عارف تعمل دوري السنة الجاية اعني مش ليه ايه السبب السنة اللي فاتت كانت لازم الدوري تلاقي سنة الكورونا طبعاً ده الظروف معينة لازم ده تلغت في دول كتيرة ده في ناس لغت على سبع مطشاط اه ليه ليه ابتدي كان وعكيدة كان نقص 18 اسبوع يا كابتل مصطفى اوه ده ده بدخلنا ده كنت لازم الغي واعمل نظام السناء السنة دي اوه لانا السنة اللي خلصت دي كنت لازم اعمل فيها دوري السناء مجموعتين دوري من دروح اي حاجة عشان السيسم جديد عشان ابتدي بالسنة دي كان زماني الوقت بتاديدت دوري زي اوروبا قد بتاديدت من شهر تمانية مستريح دوري جديد وانت عندك اجندة مزدحمة اوه بمطشاط اه اندية مطشاط اه منتخبات اصفات افريقيا المؤهلة لأمم افريقية لا في كاس امم كمان مانا بقولك ما هو كاس الامم بطولة عرب بطولة عرب جديدة اللي دخلت انت زحم خدسك بشكل بغير عادي وبطولات الاندية السبب بين وقت اللجنة الخماسية اللي كان بتدير اتحاد الكرة لما الدولة قالت عودة النشاط اوه ما قالش استكمال النشاط اتحاد الكرة كان لازمش يقرى المشهد كويس جدا في المرحلة الجاية اوه المرحلة الجاية انت عندك ازدحام شديد لكن انا حاسيت اللجنة دي الخماسية عايزة تنهي الدوري عشان هي ماشية بعد الدوري واللي جاي بقى يشيل الدورة اللجنة للثلاثية هي اللي تشيل يبقى انا عقلك يا بقى انا عملت حاجة اه بس انا طبعا كان فيه اصحابي بفضله بفضله بيقولي لا دي جاية من الدولة لازم نكمل بقى الدورة هل تفتح ولا تقفل فكان لازم احنا خلاص فتحنا اه فتحنا بس انت صاحب القرار يتستكمل النشاط يتلغل ده وتبتدي تعمل دوري بدري جديد احنا بقى انا قدي ايه حمادة اللي بيديروا الكرة في مصر اللي جان بقى انا قدي ايه احنا دخلين في سنتين دلوقت سنتين حصل قبل كده في مصر ان اللي جان هي اللي بيدير كرة الخدم ما حصل بعد كاس الامم المجلس قديم استقلته قديم استقلته كان يحصل بقى في حاجة السناكة لازم تتعامل بس كوروناك طبعا لأ لغبطتها بالدنيا كلها هيا لغبطت كل حاجة انا معاك مش عايزين